أولوكم قصة الأول حلوة كذا ممكن ممكن ولا انتزئتم قصة غيرة كان هناك دجال معاصر يدهي العلم أنكر الشفاعة وزعم أن الحديث النبوي إنما أُلِّف في قصور أُلِّف في قصور العباسيين وشدد النكير على جامع الحديث وقال بأن الصحابة لم يجمعوا الحديث ولم يكتبوه وآخر العهد أن الصحابة أحرقوا صحائف الحديث فمن أين أتت هذه الأحاديث إذن هذه الأحاديث منحولة مختلقة ولم يقلها رسول الله عليه الصلاة والسلام دجال آخر وأعود إلى الدجال الأول دجال آخر قال إن الأحاديث التي يحتاجها المسلمون متحديث يعني اللي إحنا محتاجة بس حالة متحديث وكل الأحاديث البايدة كلها يقذب بها في نهر النيل مش عاوزينه نعود إلى الدجال الأول هذا الدجال أفرضت له صحائف سودها في إحدى الجرائد السيارة التي تباع بالملايين كان يكتب فيها مقال ينكر فيها شفاعة ويقول فيها هذه الخرافات الذي أذهشني جرآته الشديدة على الكذب يعمل إزاي يقول لك وقال وذكر الذهبي في ترجمة أبو بكر عن طارق بن شهاب أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لابنته عائشة هاتي بالصحائف الموجودة في الكوة الفلانية فآتت له بصحائف فأحرقها وقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت منه ما كتبت شيئا من حديث رسول الله ويقول لك بكراه في تركيز الخفاض المجلد الأول صفحة كذا طبعا من المشكلة العجيبة في أمة الإسلام أنهم لا يقرؤون لا يقرؤون الناس يلقع الرجل رجل مطلع متقف بيرجع للمصادر وبيرجع بالمجلد والصفحة طب حد جاء في دماغه أنه يرجع كذا لتذكرة الخفاض ويقرب نفسه أنا عملت المسألة دي رجعت لتذكرة الخفاض لأن هذا رجل كان شوعيا سابقا ثم بعد ذلك صار بعد ذلك بهائيا يعني خرج من يعني من ظلمات ويقع في ظلمات والله أعلم بحلوه دي الوقت المهم هذا الدجال وما أكثر الدجاجلة في هذه الأيام لما رجعت بقى التذكرة الخفاض للذاهبي وبالفعل هو كان صادق في نفس المجلد نفس الصفحة بس يعني بقولك ما أجرأه لأنه في الماغه ونفيش حدها يرجع قلت لقيت بعدها قال الذهبي وهذا لا يصح قال الذهبي وهذا لا يصح الخبر غير صحيح لأن طارق بن شهاب لم يدرك مين أبو بكر أصل فالخبر ده من الصحيح فرح جايب الحتة لعلى مزاجه وسابه حتة تانية زي بالضبط واحد ما بيصليش أعوذوا بله من الصلاة ليه قال لأن ربنا توعد المصلين الفويل للمصلين ألا يا عم أنا كده حلو كده ما شاء الله من البيت للجوزة ومن الجوزة للبيت الحمد لله لأن ربنا المصلين أعملوا ربنا بتعددهم بالويل ويل لنر في وادي في جهنم فذكرني هذا الدجال فذكرت هذا الدجال لأن هناك دجالا آخر قال أن النقاب ليس من الإسلام وما فيش حد في تاريخ الإسلام قال إن بمشروعية النقاب فيش حاجة اسم النقاب في الإسلام خالص يا إله سبحان الله ما أجرأهم وقال لك إن سؤل الشيخ محمد حسنين مخلوف عن النقاب فقال إنه عادة وليس من الإسلام وشؤل الشيخ محمد الغزالي حرب في كتابه المرأة مش عارف إيه فقال عن النقاب فقال إن النقاب كان يعني معنى كلامه ظاهرة تناسب ذلك العصر يعني تناسب عصرهم أما الآن لا تناسبنا إحنا عوزين المرأة تخرج وتخالط الرجال ويكون لها دور في الحضارة وابتعهم إلى ذلك يا إله أطويت صفحات الأمة من لدن الصحابة الأجلة إلى القرن الواحد وعشرين واحد وعشرين قرن نطويهم ونردم عليهم ويبدأ التأصيل العلم من أول شيخ الديار محمد حسين بخلوف سبحان الله وقالوا إن ما فيش حد من المذاهب قال هذا الكلام سبحان الله هذا ورق جيد طبعا عندنا حديث صحيح حديث عائشة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين لإيه لا تنتقب عائشة بتقول كنا لن نلبس النقاب فإذا مر بين الركب ومن الرجال أزدلنا أزدلنا يعني إيه يعني نزلت من فوق البشة كده على وشيح فيش حد يشوف من زي ما بيعمل المنتقبات الهوبل في الحرم المكي تجد واحدة منتقبة أول ما تخش الحرم المكي تم شايل النقاب وتصلي بقى من غير نقاب طبعا فيه هناك ناس لابدين في الضرة بيتفرجهم على هذه الايه على هذه النساء على أولئي النساء طبعا جهال جهال يقولك لا لن نقاب حرام طب بس الإزدل مش حرام طبعا عندنا لوح في المصالحات يقولك الإزدل مش حرام يبقى الإزدل بقى اللي هو الشابور ولا الداشور ده ده اسمه الإزدال من قال لك الاسم ده الإزدال الإزدال من فوق حتى تغطي الوجه ده اسمه الإزدال تغطية الجسد كله هو الإزدال لأن الإزدال فيه معنى التغطية التم يقال أتت السحابة فأزدالت على الشمس أزدالت على الشمس يعني إيه غطتها تماما لم تظهر منها شيئا لم تظهر منها شيئا يقولك إيه وليل كموج البحر أرخى أرخى إيه سدوله سدوله أزدله أزدل الليل يعني قاضوا على النهار يعني معاش في النهار خالص بقيت الدنيا ظلمة ظلام بالظلام خالص ما فيش هناك حط الظلمة على حط النهار لا كله ظلمة تشعر بقول الكلام ده والليل هذا موقل كل شيء ولذلك الأمراض ما بيجيش إلى بالليل وزائرة كأن بيها حياء فلا تزوره إلا في المسائي أي عندما طبعا زائرة له مرض الحم مش زائرة الحاجة الوحش مرض الحم المرض عندما يأتي يأتي بإنت بالليل طيب إذن إحنا نقول بقى على الإزدال اللي هو الشادور اللي هو الإيراني ونقول على القميص جلبي يا إله ونقول على الإزار نقول على القميص المسائل حصل فعلا وح والأميص عند النساء والجلبية عند الرجال يا رب العالمين يعني قلت الواحد هاتل القميص يرح يجيب لك الأميص بتاع البذل تقول لأ هاتل القميص اللي هو القميص القميص يقول لك ما تقول الجلبية إحنا عندنا لوح إحنا عاوزين نزبط شوية اللغة المستخدمة حتى تناسب شيئا من لغة القرآن الكريم طيب هل بالفعل النقاط مش موجود لا فالنبس صلى اللي تكلم بكلمة النقاط يبقى موجود وعيشة تكلمت بذلك وهناك أدلة كثيرة ولكن هذا رق وغير فيه كلام خطير يعني أولا أحدهم في سنة 1993 قال لمشروية النقاط دلوقتي بيقول إن النقاط دا ليس من الإسلام يطار نصدقه في 1993 ولا نصدقه 2020 أحنا مش عارفين نصدقه في 2009 ولا نصدقه في 1993 نصدقه وهو على التلفاز في 2009 ولا نصدقه في الكتاب الذي ألف طبع دار المعارف 93 كتاب الوسيط مصدق هذا أم ذاك على الحال أيها الإخوة الكرام